أولاً معلوم نحن السوء مالنا المواطنين والمقيمين وفي كتير مواطنين يعتبروا أنه البرنامج السنديق الحكومية ممكن ما تغطي اللي بدهم إياه فممكن يبون يضيفون عليه دخول مادي إضافي ومعلوم مبني على طلباتهم لأن البرنامج الحكومي معلوم السروط معينة مش ممكن واحد يغير فيه ممكن واحد يتقعد بعمر أصغر بدون ما يخفف من الإيراد ماله فبصير يوفر على جنب على طريقنا نحن نقدم برنامج توفير على أعلى مستوى عالمي وبيعطي للشخص كل حرية هيخلق برنامج خاص له مثلا بده استثمار دولي أو استثمار إقليمي أو استثمار تابع الشريعة بتوفر يبي ياخد يعني يدرش باستثمارات فيها شوية خطورة أكثر أو فيها خطورة أقل هو هم ممكن ينائي أو نحن ممكن ننصحه أنه إذا هذا عمره وهذا الأبلية مالته من ناحية الخطورة بنخلق له برنامج خاص له وبعدها ممكن هو يديره على طريق الانلاين يروح على الكمبيوتر وهو بيحول الفلوس بيحط بيشيل بدون ما يدفع فممكن يغير نوعية الاستثمار ما هو رأس مال التقاعد وأيضا ما هي شريحة المستهلكين اللي ممكن يكون مستهدفين يعني حجم الدخل للفرد سواء المواطنة أو الأجنابية الذي يسمح له بالدخول لاستفادة من برامج تقدمونها للإدخار أو للتقاعد للنفر الآن حاليا نشغلين على أصغر مبلغ 25 دينار بحريني بالشهر بس البرامج اللي عم نشتغل فيها مع شركات ممكن المبلغ يكون 10 دن نير بالشهر ما لم بالمستقبل وقتلي بنكبر وبصير المصاريف تتوزع على قاعدة أوسعة ممكن ننزل هالأرقام بس هدول الأرقام الحالية وكم رأس مال التقاعد حاليا؟ رأس المال التقاعد مبني معلوم مبني على طلبات من الدول العربية مثل ما أسسنا شركة بالبحرين لازم نأسس شركات بالدول الثانية اللي نريد نشتغل فيها وكل دولة إلا رأس مال معين أو ممكن على طريق مشاركة مع شركة محلية ما نحط هذا الراس المال بس نشتغل مع شركة تانية ففلكسبل ما نشتغل الآن مع شركات محامات في جميع الدول العربية لأن نفهم شو أفضل طريقة ندش في السوق هل من نتوقع الدخول في شراكة حتى أو للاستفادة من الخبرات الفنية مع شركات تأمين عالمية في هذا المجال بهدف دعم التوسع؟ نحن نحن ما نشتغل بالتأمين نحن نحن اتخار وتقاعد فقط فليس هذا نشاط تأميني يتعلق بغطاء التأمين؟ لا لا نحن نحن شركتنا تعتبر شركة استثمار تحت قوانين بنك المركزي البحريني ولح تعتبر شركة استثمار تحت أغلبية القوانين بالدول العربية نحن ما نبيع تأمين وما لدينا علاقة بالتأمين الهدف نحن مثل ما قلت اتخار وتأمين وبنا نعرضها لجميع الناس وبالمستقبل إذا بنقدر نخفف المنمم اللازم الشهري معلوم نوصل للسوق أو السعر طيب ألان أي الأسواق في دول العربية أنتم مهتمون بالتوسع فيها بشكل مبدئي وسريع؟ ما هي الأشواط التي قطعتموها في التوسع في المنطقة في الخليج على سبيل المثال أيضا؟ نحن الآن لح نبدأ في البحرين الكويت والأردن لأن هذول ثلاث دول شركة مشاريع الكويت إلى وجود على طريق بنوك وشركات تأمين رأساً وراها لحن نفوت في مصر وسعودية لأنه حجم الأسواق كبير ومهم لنا وراها بعدين المعلوم المغرب والجزائر والتونس وبقية الدول العربية بس بالنهاية لحن نغطي العالم العربي أخيراً لماذا بدأتم بالبحرين؟ وكم ترصدون من استثمارات في كبكو لهذا الوليد الجديد شركة تقاعد؟ نحن لنا ارتباط مع البحرين قديم بجردها للسبعينات وهي دولتنا الثانية وإلنا ثقة في البنك المركزي فنحن درسنا الموضوع أنتم مطمئنون لأن الوضع أخذ في الاستقرار في البحرين الآن لي معاودة العمل على مشاريع بهذا الشأن؟ نحن نرى أن الشغل ماشي في البحرين ولنا ثقة في السوب هنا ولنا ثقة في القوانين وفي الأطراف التي تشرف علينا فلا مرتاحين السؤال الآخر كم ترصدون في كبكو من أجل دعم هذا الوليد الجديد شركة تقاعد من استثمارات من الممكن أن يتم انفقها لهذا المشروع؟ ولا ما كنا دشنا في المشروع إذا لم يتوقعين أنه إلى مجال يتوسع ويصير مشروع كبير هناك رقم معين مليار مثلاً على سبيل المثال ممكن أن ينفق للتوسع ولتكبير الشركة؟ هذا السؤال صعب شوي بس نحن نعتبر أنه في مجال توسع بالسوق اللي بيخليها الشركة تكبر وتصير تاخد دور كبير في مجموعة شركات كبكو